اهلا وسهلا بكم مشاهدين في هذه الجولة الاخبارية نبدأ معكم باهم العلمين بدء اعمال اليوم الاول من المؤتمر الله التعليم الخريستولوجية في كنيستنا القبطية الارثوذكسية عند القديس البابا كيرولوس عمود الدين والبابا شنود الثالث بمقر المركب الثقافي غارق اكثر من اربعين منزلا اثر انهيار جسر بترعة في مركز الثف بمحافظة الجيزة وكالة فيتش تحذر الولايات المتحدة من فقدان تصنيف الائتماني الممتاز بسبب ازمتها الاقتصادية وإلى التفاصيل الدين والبابا شنود الثالث وذلك بمقر المركب الثقافي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية حاضر في مؤتمر اليوم كل من نيافة الانباب الشوي متران دمياط وكفر الشيخ رئيس دير القديسة دميانا للراهبات والاستاذ دكتور موريستا ودروس استاج العهد الجديد بالكلية الاكليريكية ومعهد الدراسات القبطية هذا ومن المقرر ان يستأنف المؤتمر اللهوتي ثاني جلساته غدا بحضور كل من القصة بشوي حلم أمين عام مجلس كنائس مصر والقصة يوسف قزمان رعي كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وأيضا بحضور نيافة الانباب الشوي متران دمياط وكفر الشيخ رئيس دير القديسة دميانا للراهبات جدير بالذكر ان مؤتمر اليوم يعد المؤتمر رقم 40 الذي يعقد بالمركب الثقافي القبطي الأرثوذكسي تواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة عمليات انقاذ ما يزيد على 40 منزلا بعزبة الجمال التابعة لمركز الصف أغرقها انهيار جسر الإواء مساء أمس وأخرج العديد من الأهالي أثاس منازلهم في المناطق المجاورة انتظارا لنقلها لأماكن أخرى وتحاول فرق الانقاذ التدخل لوضع حواجز أو تجفيف المنطقة من المياه من جانبه أعلن دكتور محمد عبد المطلب وزير الري حالة الطوارئ على مستوى محافظة الجيزة بعد رصد انهيار بالجسر الأيمن لترعة الصف نتج عنه تسرب المياه إلى الأراضي المجاورة ووصل إلى بعض مساكن عزبة الجمال نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية صباح اليوم في إحباط محاولة أهالي اثنين من البلطجية والهاربين من السجن اقتحام قسم أول شبر الخيمة لتهريبهما حيث قاموا بإثارة الشغب والفوضى بعد تجمعهم أمام القسم إلى أن قوات الشرطة تصدت لهم وتمكنت من السيطرة على الموقف وتم القبض على ثلاثة أشخاص وأخترت النيابة لتولي التحقيق وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم أول شبر الخيمة بمتابعة الحالة الأمنية تم ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بدائرة القسم خلال احتفالات العيد تشهد مناطق جنوب الشيخ زويد تحليقا لطائرات عسكرية بالتزامن وحالة استنفار أمني بمناطق شمال سيناء كافة وتواصل قوات الجيش لليوم السابع على التوالي إغلاق مناطق الحواجز الأمنية على طول الطريق من العريش إلى رفح قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إن الدعم الكويتي والسعودي والإمارتي لمصر أثر على الموقف الأمريكي والغربي تجاه فورة الثلاثين من يونيو وأضاف موسى في حواره مع صحيفة الرأي الكويتي اليوم أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تنتهي من الصياغة المبدئية له بعد عيد الأطحى مشيرا إلى أنه سيعرض على أعضاء لجنة الخمسين حتى يتم الانتهاء من مناقشة المواد الجدلية التي ستتم معالجتها بالتشاور مع الأطراف المعنية وأنفى موسى أن يكون بالدستور أي مواد لحماية شخص بعينه في أي من المؤسسات على أن تكون النصوص واضحة في كل المجالات التي يتعرض لها الدستور قال نبيل فهمي وزير الخارجية أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في حالة اضطراب يمكن أن تؤثر على الشرق الأوسط كله وأضاف فهمي في حوار لجريبة الأهرام أن امتداد مرحلة عدم الاستقرار بالعلاقات سينعكس سلبا على المنطقة بأكملها بما فيها المصالح الأمريكية وأشار وزير الخارجية أنه لا يشعر بقلق كبير من هذا الاضطراب الحالي في العلاقات فالشعب المصري لن يتردد في تحمل تبعات الموقف حفاظا على حرية قراره بعد ثورتين إذا وصل الأمر إلى ذلك أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء أن هناك مليارين ومئتين واثنين وأربعين مليون جنيه هي استثمارات عدد من المشروعات مقترح تمويلها في مجال شبكات نقل الكهرباء خلال خطة القطاع الخمسية الحالية وأضاف إمام في بيان له أن قطاع الكهرباء يمضي في تحقيق رسالته بتدعيم شبكات نقل الكهرباء وتخفيف التحميل من خلال إنشاء المزيد من محطات المحولات ومد أطوال جديدة من خطوط الكهرباء على الجهود الفائقة وأوضح الوزير أن الخطة تشمل إنشاء إحدى عشرة محطة محولات من المقرر تشغيلها جميعا في غضون السنوات الثلاث المقبلة عبر أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن أمالهم في التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة الميزانية في واشنطن اليوم بالرغم من أن أعضاء جمهوريين بمجلس النواب قالوا إنهم يعملون على إعداد تشريعا مختلف من جانبها أعلنت وكالة وفيتش للتصنيف الاعتماني أمس أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الاعتماني الممتاز الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية التي تتعلق برفع سقف الدين العام التي تواجهها واشنطن وإلى تطورات الأوضاع بالأراضي السورية حيث أكدت الهيئة العامة للثورة مقتل خمسين عنصرا من ميليشيا حزب الله ولواء أبو الفضل العباس في كمين للجيش الحر جنوبية دمشق من ناحية أخرى أفادت شبكة شام الإخبارية بسقوط قتلى وجرحة إثر انفجار لغم أرضي بريف درعة وفي حلب أفادت لجان التنسيق المحلية بقيام الطيران الحربي التابع للقوات النظامية بقصف محيط مطار كويرس العسكري بالبراميل المتفجرة فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي قرب مطار الطبق العسكري بالرقة قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي أن واشنطن تسعى لإقناع المجلس الوطني السوري المعارض في التخلي عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر جينيف الثاني بشأن السلام بسوريا وأشارت المتحدثة أن مشاركة المعارضة في مفاوضات السلام أمر مهم وأساسي مذكرة بأن الخيار الوحيد لوضع حد للحرب الأهلية في سوريا هو الحل السياسي وقالت ساكي إن هذه العملية شهدت الكثير من التقلبات وإن الأمر ليس مفاجئا نظرا لصعوبة الوضع على الأرض أوقف فريق من المحققين الأمريكيين استجواب أبو أنس الليبي الذي يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة وذلك بعد تظهر حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام والشراب وكان أبو أنس الليبي قد مثل أمام محكمة أمريكية بنيويورك بعد قرابة عشرة أيام من اعتقاله من قبل القوات الأمريكية الخاصة بطرابلس يأتي هذا فيما رفض قاضي محاكمة أبو أنس طلب الإفراج عنه بكفالة لعدم توفر الضمانات الكافية بأنه لن يشكل خطرا على المجتمع جدير بالذكر أن أبو أنس قد أنكرت تهم الموجهة إليه والتي تتمثل في الضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 وإلى العراق حيث أفاد مصدر أمني بقيام قوة أمنية تابعة لشرطة محافظة صلاح الدين بقتل أربعة مسلحين أثناء محاولتهم الهجوم على مركز طوارئ شمالي تكريت وقال المصدر إن اشتباكات جرت بين قوة أمنية تابعة للشرطة ومسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة أثناء محاولتهم الهجوم على سرية أو سرية طوارئ بمحافظة صلاح الدين ما أصفر عنه مقتل أربعة مسلحين من ناحية أخرى تمكن الجيش العراقي من استعادة السيطرة على مركز أمني تحصنت فيه مجموعة مسلحة بالأنبار في عملية عسكرية أصفر عنها مقتل تسعة مسلحين تختتم في جينيف اليوم الجولة الثانية من المفاوضات بشأن برنامج تهران النووي والتي تشكل اختبارا لمصدقية التغيير التي أعلنت عنها الرئاسة الإيرانية الجديدة وفي مؤشر إلى الأجواء الجديدة لهذه المفاوضات أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أن كل تغير يتطلب تغييرا حقيقيا بشأن تخفيف العقوبات على تهران مشيرا إلى ضرورة وجود أفعال وليست أقوال فيما يخص برنامجها النووي كل تغيير أو تخفيف للعقوبات يتطلب تغيرا حقيقيا في برنامج إيران النووي مرحب بقوة بالنبر الإيجابية في الدبلوماسية الإيرانية في الأسبوع الماضية منذ انتخاب الرئيس روحاني إلا أننا نود أن نرى أفعالا تصدق تلك الأقوال وتغييرا فعليا في البرنامج النووي بحيث يرتبط أي قرار بشأن العقوبات بما يقابله من تطورات وقرارات إيجابية من الجانب الإيراني أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمان اليوم استعداد الوكالة لإجراء تفتيش على المنشآت النووية بكوريا الشمالية حال تلقيها دعوة بذلك وأعرب أمان عن اعتقاده بأنه من الممكن أن تطلع الوكالة بدور مهم حال التوصل إلى اتفاق سياسي على تفتيش المنشآت النووية الكورية الشمالية موضحا أن الوكالة ليست ضمن الأطراف الدولية المشاركة في المحادثات السوداسية الخاصة بنزع الأسلحة النووية لبيونج يونج وأن دورها هو التأكد من نزع الأسلحة النووية بشبه الجزيرة الكورية وأضاف أمان أن الوكالة الدولية ليست لديها مفتشون بكوريا الشمالية بعد انسحابها منها في أبريل عام 2009 قدم رئيس الوزراء النرويجي اليوم للعاهل النرويجي استقالة حكومته الاتلافية التي تضم الحزبين الاشتراكي اليسري والوسط وذلك خلال اجتماع استثنائي وأخير بالقصر الملكي بأسلو وفي السياق نفسه أعلنت زعيمة حزب المحافظين النرويجي رئيسة الوزراء المكلفة إيرنا سولبرج اليوم عن تشكيل حكومتها الاتلافية الجديدة مع الحزب التقدمي اليميني بعد أن فضل الحزبان الليبرالي والديمقراطي البقاء خارج الحكومة ومساندتها داخل البرلمان وتتشكل الحكومة الجديدة من 18 وزيرا تتوزع حقائبهم بالتساوي بين 9 رجال وتسع سيدات تم اختيارهم وفقا للخبرة في العمل قتل 44 شخصا جراء سقوط طائرة في نهر ميكونج جنوب شرقية آسيا من جانبها قالت وكالة الصين للأنباء نقلا عن شركة الخطوط الجوية في لاوس قالت إن الطائرة كانت في رحلة داخلية من العاصمة فينتيان إلى جنوب البلاد وأكدت قناة تلفزيونية في تايلند المجاورة عدد القتلى الذين في الحادث مشيرة إلى عدم إمكانية الاتصال بمسؤولين بشركة الطيران أو حكومة لاوس للتعليق ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار ويفا الذي ضرب المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة اليابانية توكيو إلى 17 قتيلا وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية اليوم إنه ما زال هناك أكثر من خمسين شخصا في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي كان مصحوبا برياح عتية وأمطار غزيرة وتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بجزيرة وقعة جنوبية توكيو بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل وقد قامت السلطات اليابانية بإلغاء أكثر من خمسمائة رحلة جوية داخلية ودولية وإغلاق ألاف المدارس كإجراء احترازي بعد هبوب الأعصار ونصل إلى أخبار الرياضة حيث خسر المنتخب المصري بستة أهداف مقابل هدف أمام نظيره الغني أمس في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات مونديال البرازيل وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب بابا يارا بمدينة كماسي شهدت صراعا رهيبا بين المنتخبين لتنتهي باقتراب حصول المنتخب الغني على تأشيرة التأهل إلى مونديال البرازيل بعد أن فرط الفراعن في الفرصة بسبب أدائه الذي صدم الجميع من جانبه اعتبر بوب برادلي المدير الفني للمنتخب إلى الشعب المصري مؤكدا تحمله مسؤولية خسارة المنتخب مشيرا إلى أن حلم المونديال أصبح شبه مستحيل ولكن يبقى القليل من الأمل كشف استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأميرة الراحلة ديانا ما زالت بعد مرور 16 عاما على رحيلها تحظى بإعجاب الجماهير وتحتل أميرة القلوب قائمة المشهير الذين يفضل الأمريكيون إحياء ذكرهم وذلك بنسبة 35% من الأصوات في حين حصل مؤسس شركة أبل الأمريكية كبرى الشركات الإلكترونية ستيف جوبز على 14% وكل من المطرب الراحل مايكل جاكسون والمطرب الراحلة أيضا ويتني هوستن على 11% فقط من الأصوات ونصل إلى النشرة الجوية والتي نعرض من خلالها أحوال التقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد حيث يصود غدا ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليسود تقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتظهر الصحب المنخفض والمتوسط شمالا تكون متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط أنطار خفيفة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا مثيرة للأتربة كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظم غدا في القاهرة الصغرى 17 والعظم 32 وادن مطرون 20-33 الإسكندرية 17-31 مطروح 16-32 تنطا 21-31 المنصورة 15-34 دميات 17-30 بورسعيد 16-30 الإسماعيلية 16-32 السويس 17-32 سانت كاترين 11-24 شرم الشيخ 23-34 الغردقة 21-32 المنيا 17-32 السيوت 15-32 سوهاج 15-33 قناة 18-33 الأقصر 18-34 وفي أسوان الصغرى 20 والعظم 34 قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية لهذا اليوم نشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة